الطماط يحتاج إلى تقليل فطالما أنك تربي الطماط على التربية الرأسية يعني شاب قنب حبل فهنا يحتاج أنك تزيل النموات الأبطية السرطانات الصغيرة هذه لما يكون طولها من 2.5 إلى 3 سم كل سبوع مر على المحصول أو طرش العمال خلهم يزيلوا هذه النموات لأنها إذا كبرت أنت بتخسر أمرين الأمر الأول أن العناصة الغذائية تم سحبها إلى هذا الفرع الأول وكذلك قطر هذا الفرع ازداد وبالتالي لما تزيله سيكون هناك مساحة كبيرة تعرض هذا النبات أو ترفع من مخاطر إصابة هذا النبات بالإصابات الفطرية لأنه كبير لليلتئم يحتاج له وقت فأنت بلاش أنك تقع في هذا الخطأ زيله هو صغير لأنه ثمكه محدود وزيله وقت الصباح لا زيله وقت المساء لأنه العمليات الفيسيولوجية داخل قسم هذا النبات تكون في فترة الصبح أو في فترة النهار بشكل عام لما يقل ليل كل شيء يرقد فبالتالي التئام القرح بيكون بسيط ومحدود وبالتالي إذا كان محدود بتعرض النبات بيديك إلى الإصابة بالفطريات